التعلب والدئب كان هناك دئب في الغابة في يوم من أيام لم يجد ما يأكله ولم يستطيع أن يصبر من جدة الجوع وكان يبحث في الغابة عن أي حريوان ليفترسه في ذلك الوقت هناك تعلب يمشي في الغابة من دون التفكير قفز عليه الدئب لسجمع الثعلب قوته وقال وما الذي يريده منه وبدأ في الضحك فجأة ونهره الدئب وقال قال له هل تعتقد أنك ستنجو اليوم مني أي تعلم الماكر حيلة الدكية لن ترفعك اليوم سوف تموت الضحك التعلب كثيرا لم يفهم الدئب السبب الذي يجعله يضحك فقال له من الممكن أنك تضحك لأنك لا تعلم ماذا تفعل وضع عليه التعلب مبتسما أنا لست خائفا من الموت لا أعرف كيف وماذا سيأتي قال التعلب أنا فقط أضحك لأنك بدل من أن تستمع من أن تمسك نمر أو أسد أنت تمسك بي أنا وتمقى لا تدئب غاضبا لا تتصرف بدكاء ثم حاول قتله وحين قال الثنب صديقي العزيز يمكن أن تأكل في أي وقت لكن قبل ذلك عليك أن أخبرك شيئا ما عندما مسكتني كنت في طريق لأحضر قطعة من الزبدة لأولادي صغار ومن تضرون الآن تفاجأت ديب سائلا كيف يبدو شكل هذه الزبدة قال له التعلب إن نعمة عند أكلها لابد أن تأكلها حيث من الصعب شرحها لك وإستمر التعلب في وصف قطعة الزبدة مما أتى فضولة ديب قال له سمع بها ولكن لم أكلها من قبل قال التعلب إن التجار يخبئونها في البئر لكن الذئب لم يصدق وذهب معه إلى البئر ثم ذهب الثعلب مع الذئب إلى ذلك المكان عندما وجد البئر الموجود في وسط الغابة نظر إلى الغابة وما يريان القمر منعكسا على الماء فقال الذئب أن ينزل التعلب إلى البئر يحضر له قطعة الزبدة في الحال نزل التعلب في دلوين وشعر الدئب بالقلب وقال له لما تأخذ فقال إن القطعة تقيلة لكي يرفعها فاقترح الدئب أن ينزل لمساعدته في رفعها فأنزل من دون التفكير وحالما نزل إذا بالتعلب يرتفع لأعلى البئر لأنه وزنه خفيف على الدئب وبهذا تخلص منه الثعلب الموعيدة هو أن تتصرف دائما وفقا لما يقتضي الموقف عندما نواجه الأخطار غير المتوقعة وبذلك يكون الدئب قد سلك من خطة التعلب ويخطة الماكرة قام بها الدئب في سبيل النجاة من الموت المحقق كلها عمليات تأتي في إطار الهوسسة والخوسسة ودئر بالدئب وتعلب التعلب وتعلب الماكر والدئب جائر كما يقال كما يمكن أن نجزل التعلب الماكر ونحن نجزل وأن يمكن أن يمكن أن يمكن أن تكون والدئب أو أبو المكان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة